هذا ويعتبر القطاع السياحي جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين فأولت المملكة همية كبرى للنهوض بهذا القطاع وتطويره حتى بات رافداً من الروافد الحيوية للتنويع الاقتصادي نظراً لموقعها الاستراتيجي ومقوماتها السياحية الجاذبة والحاضنة لجميع الشعوب تؤدي مملكة البحرين دوراً مهماً في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع السياحة والسفر والثقافة والترفيه وتنمية صناعة السياحة على المستوى الخليجي والعربي والتعريف بالمدن التاريخية والحضارات القديمة في المنطقة ودعم التحول إلى قطاع سياحي مستدام اعتماداً على أفضل الممارسة العالمية وتأتي هذه الأدوار المهمة التي تؤديها المملكة ضمن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 وذلك من خلال تسهيل الدخول والجذب السياحي والتسويق والترويج والإقامة والعمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية إلى جانب الاستفادة من تنوع الخدمات الفندقية وخيارات المطاعم ومتاجر التجزئة وخيارات الترفيه مدعومة بالتقاليد المتأصلة للضيافة البحرينية الأصيلة وتحديد أفضل وكلاء السفر في الأسواق الرئيسية المستهدفة لجذب المزيد من السياح إلى المملكة فانعكس بذلك إجابا على المشهد السياحي الذي شهد وما زال يشهد نموا ملحوظا في التدفقات الاستثمارية التي جاءت مدعومة بالزيادة الكبيرة في أعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين من مختلف أقطار العالم